هو مؤسف أو مفيد أو عقيم دعم القوى العظمى لأحد أطراف الصراعات يعتمد ذلك على وجهة نظرك لكن هذا الدعم يبني حكومات ويدمرها ويشرد شعوباً ويلم شملها ويفتك ويمنح حياة في السنوات الأخيرة ذكرتنا الصراعات التي اندلعت بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي أو حفيدته روسيا والولايات المتحدة لنبدأ دراستنا بشكل رجعي في أوكرانيا جعل المتظاهرون والفساد والرصاص والفقر من الأزمة سيناريو كلاسيكياً للثورة ثورة أطاحت رئيس البلاد الذي انتخب على يد شرقها الذي يتكلم الروسية وعزل على يد غربها الأوكراني المؤيد للتقرب من الاتحاد الأوروبي إذن ما نجده هنا هو أزمة هوية استثمرها الأمريكيون والروس للعب جولة جديدة من الدومينو السياسي بينهما موسكو تدعم الحكومة وتدين التدخل وواشنطن تدين القمع وتؤيد من تصفهم بالمتظاهرين الذين يطلبون الحرية موقفان عكسات تماماً من الموقفين السابقين للبلدين إزاء ثورة الثلاثين من يونيو في مصر ففي القاهرة أدانت أمريكا عزل الجيش لحكومة الإخوان المسلمين إثر تظاهرات حاشدة تطالب بذلك وهددت بسحب مساعداتها العسكرية مساعدات عوضتها القاهرة بصفقة مع روسيا التي دعمت بشكل كامل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي لماذا هذا التناقض؟ تماماً كما يتردد في الأحاديث العائلية على موائد العشاء هي المصلحة واشنطن انتقدت عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي فسارعت موسكو لاغتنام الفرصة لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط ثم نأتي للقصة الأكثر مأساوية حرب أهلية هي الأعنف في عصرنا الحديث في سوريا يقول البعض إن دعم الروس لبشار الأسد هو ما منع عزله وعدم عزله مكنه مما يوصف بقمع المتظاهرين السلميين فما لبثت الثورة أن تحولت إلى صراع دامن صراع فاقمته عدم قدرة أي طرف على حسمه فلا برلمان ديمقراطياً كما في أوكرانيا ولا جيش قوياً كما في مصر والأهم لا رئيس منتخباً بشكل ديمقراطي لكن ذلك بلا شك لا يمنع الأسد من مراقبة الأحداث في أوكرانيا بقلق فموسكو لم تقدم لحليفها الآخر وصديقه فيكتور يانوكوفيش إلا الكلمات فأطيح به وهي كواشنطن تشكل ردودها ومواقفها ضمن معركة تسديد حسابات بين العاصمتين لا أكثر ولا أقل